اشتركوا في القناة في رسالة قوية لتأكيد ان ارادة الشعب السوداني لن تغلب وان ثورته ماضية نحو غاياتها التأم بمقر مجلس الوزراء بالخرطوم الاجتماع الاستثنائي برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عقب تعرض موكبه لاستهداف وجد الاستنكار من جموع الشعب السوداني ومن قوه السياسية عامة وقوى الحرية والتغيير خاصة والذين تداعوا الى مجلس الوزراء للاطمئنان على صحة الرئيس الوزراء الذي باشر مهامه في تسيير دولاب العمل بصورة عادية وقدم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك شرحا لوفد الحرية والتغيير للمحاولة الفاشلة لاغتياله مؤكدا ان هذه المحاولة لن تثني حكومة الفترة الانتقالية من المضي قدما لتحقيق طموحات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وكل مطلوباته رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الانتقالية والشعب السوداني ميسر عيس سالم تلفزيون السودان من امام مجلس الوزراء الخرطوم ترجمة نانسي قنقر